حياتك بقى كرة القدم كرة القدم دايما ما بنيجي نتكلم فيها بلقي حضرتك دايما منطلق وبسم الله ما شاء الله النادي الاهلي خمس مباريات في خمس جوالات بخمستاشر نقطة أنا عارف أن حضرتك متابع جيد لكل ما يحدث داخل النادي الاهلي قل لي رأي حضرتك في الشكل أو الخمس مباريات بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم هي الخمس مباريات بداية من أول مباراة اللي هي مباراة إسباعيلي مجموعة اللعيبة والتغييرات واللعيبة اللي دعموا بيها الفرقة غيرت الشكل نعم نحن نهينا الدوري نهاية عن المفروض المساة الألماني يقول لك البداية القوية والنهاية القوية تحقق رق الهدف يعني أي بداية لازم تكون قوية والنهاية لازم تكون قوية في الحالة دي استرخاء يحصل لك في النص الموسم لكن ما يحصل لكش في البداية ولا في النهاية فده إحنا بداية قوية إحنا بنحقق الهدف لأن بنعالج الأخطاء اللي حصلت في نهاية الموسيقى نعم ومشيين على القاعدة الألماني البداية القوية لأي فرقة والنهاية القوية لأي فرقة فإحنا نهينا زي ما بقول حصلت أسباب مش هنقول أسبابها إيه وكده لكن الحمد لله إحنا بدئين البداية القوية إن الخمس مباريات بخمستاشر نقطة فإذا أتحقق الهدف يمكن نادي الوحيد اللي حقق الخمستاشر نقطة نعم شكل الأداء من الفرقة بيختلف من ماتش الماتش من مباراة المباراة بيختلف بناءنا على اللعبة اللي أنت بتحطهم يلعبه وعلى الخصم كمان اللي بيلعب معك أنت مش عارف يعني كل خصم له أسلوب معين في أداءه بيلعب بطريقة ليب معينة بيلعب بخطة معينة وانت كمان بتغير بما يتناسب مع الفرقة اللي قدامك المهم يتحقق الهدف في النهاية إنك أنت تسجل أهداف فيعني أنا شايف طبعا بس هي إلى حد ما بداية ولازم يكون فيها حذر حذر شوية من من ناحية الدفاعية